عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى من الله كل شي يكون بخير وعلى خير وكل شي يكون بصحة جيدة كيف ديما وكيف العادة مرحبا بكم فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع شكون فيكم بقي عقل على هاد القاصيدة الشعرية ديال الفدائي فدائي أهدي العربة دمائي نموت ولا نعيش ما يهمنيش هاد البيت الشعري ديال الشاعر المصري محمد حمزة هاد القاصيدة كانت تلحنات وغناها الفنان الراحي الكبير عبد الحالم حافظ هاد الاغنية كانت خرجات بأيام قليلة من بعد ما خسرت ميصر في حرب مع اسرائيل سنة 1967 الهدف من هاد الاغنية كانوا يجبوا هزو المعنوية ديال الجيش لميصرح Levels c bekommen وقعت هذه الأغنية المعنوية التي تلقى على الجيوش العربية في ذلك الوقيتها كنا بزاف دين القيصص والطرائف وقعت في هذه الأغنية من بين هذه الطرائف واحد النهار كان يغني هذه الأغنية عبد الحاليم في لبنان هذه الأغنية كان يغنيها بكل حامس في واحد المسرح حتى الجمهور تحمس معاه وجبدوا الفرادو وبقوا كتيروا في السماء عبد الحاليم والفرق اللي معاه سمعوا القرطاص دردكو ما كين غاز غايدة حافظ هذه الأغنية نجحات نجاح كبير وكانت ديال بالصح كتحمس شباب في الوطن العربي على الجهاد ضد العادو الإسرائيلي أنا اللي بغيت نعرف فين نقارضوا مثل هذه الأغانية الحماسية اللي كانوا كيدافعوا على العروبة علش حتى هم نقارضوا حتى اللي هنا اللي هنا كانوا تجمعوا الفنانة من جميع الدول العربية وغنّوا الحلم العربي وغنّوا الضامير العربي هديش حال إلا شي فنان خرر شي أغنية كتساند القاضية الفلسطينية كانوا كيتنمروا عليه وكيدحكوا عليه كيقولولو إلا بغيت يتعاون فلسطين ما تعاوناش بالغنق سير جاهد معاهم صدق ده بحت ذاك الغنق ما بقاش توحشنا نسمعوه ذو كل الأغاني نقارضوا وتقول شي واحد بقى كيهدر كل شي ضرب الطم بغيت غير نعرف شنو اللي يتغير في عقيدة الفنانة وفي عقيدة الشعوب وفي عقيدة حكام العرب حتى ما بقوش كهضروع القاضية الفلسطينية اللي عنده الجواب إهبط للتعليق ويجاوبني بما أنني هدرت على القاضية الفلسطينية والأغاني الناس الغيوان غنّوا على فلسطين مجموعة السهم غنّت على فلسطين المشاهب غنّوا على فلسطين الرصاد وجيل جلالة غنّوتهم على فلسطين إذا كنت سنّا مثلا من الفنان الغافولي يغنّي لك على فلسطين لغير هذه اللي تطلع النجوم خاف منها ممي ممي حرّرنا فلسطين بكري إذا كنت سوّلتي مثلا الجيل الناشئ قلت له ماذا هم الأغاني الحماسية بالنسبة لك سيقول لك الأغنية الحماسية هي اللي من اللي كنبالع شيكينة وكنسمحها كنت ترفع الفوك للأسف مبقوا أغاني مبقوا فنانة مبقوا له في المغرب يجب أن يتباع ناصر درهم نورمال ناصر درهم يجب أن يتباع جزرهم هذه الحرفة داخلين لوبيات كبار من قدوش عليهم بسم ما شرعه بسم ما سايف طول بسم ما حتاق رصة وكتسر يسعب هذا هو وليك رئيس الحكومة عزيز أخ النوش وخا ديما كان نتاقدب ولكن مؤخرا شفت شي أعداء الوطن بغو يتطفل عليه كل التضامن مع عزيز أخ النوش الرجل الطيب اللي ديما كان نحسو به واحد منا مع المواطنين كي تقاسم معنا نفس الهموم واشهد الرئيس الكيوت تقال عليه إرحل ياك رئيس حنا اللي صوتنا عليه اللي كان عرف الديمقراطية والعدل كي يقول لي جاب الصناديق خاصوا يمشي بالصناديق اللي بغى الخدمة في المغرب بلا ميدير أخ النوش طريق ياكنتو ما اللي بغيتوه جاب إيرادتكم وباختياركم حتى شي واحد ما فرضوا عليكم علش ما بقيتوش بغيتوه دبق أنا مع أخ النوش يبقى وخحال البلاد كي بكي خصو يبقى حيش بالنسبة لي أرق وأحر رئيس في العالم هو عزيز أخ النوش الناس اللي ما غاديش تعجبهم هاد الهضراء على الأقل هذا كان صارح معنا من الأول قال شي حاجة وفا بها ما كذبش علينا كل اللي غاينو الدابة غا يقول لك وا طالب واش كتخربق تمة اش كتخربق علينا ورينا شي حاجة قالها هادخونا وفا بها مالو ما قالش لينا باللي غنعود لكم الترابي شفتوهم قصتر في شي حاجة يقايم بالواجب وكتر فين حدرتك أخ النوش في الوقتية عنطيخابات من اللي كتك تقول باللي المغربي يستهل محسن المغربي من حقوه يعيش عيشة حسن من هادي المغربي من حقوه يعيش بكارامة هاتسين تك تكتك تقوله في الوقاتية عنطيخابات ما شفنا والو من حدرتك السينوه عزيز أخ نوش فعهدك الفاقر في أوروبا عايش حسن من الغاني في المغرب فين هو مليون منصب شغل اللي وعدتي به المغاربة يكدتي كتقول باللي المواطن عنده الحق في الحصول على العمل وقلتي باللي العمل في المغرب خصو يكون في المتناول دي الجامع معاك ما شفنا لا عمل لا راحة لا استقرار لا غذاء لا تعليم لا صحة بعض المرة كم قنشك كنقول واش أخنوش شوف حاني عنده أحاسيس تهوك يبقوا فيه الناس المشكلة في المغرب دابا حتى واحد ما بقى قاد يهضر ولي يدافع على الشعب بنادي من اللي كان بن كيران ومن اللي كان يعطماني الشي واحدين كانوا يدافعوا وكانوا يهجموا وكانوا يجمعوا حتى الكواري أما دابا يبلية تحولهم الكواري لم يفهمش ما الآن الناس ما بغينش يهضرون ولا ما بقواش قادرن يهضرون ولا خايفين يهضرون ولا كتخلصوا باش قانا يهضرون عارفنا كل واحد علي responsible for this president ميلا واللي خايف أنا كان أحدرا حتى اللي بالصح اللي تبدل في المغرب ما بقاش المغرب ديالشحال هذي هو المغرب ديال دابا رجع مغرب وحده اخر على الاقل هذيش حال كانك يصيف طبنادم بتهم ملفاقة ولكن ينوضو عليك الجمعيات يديرو بيك شكاية اما دابا رجع كل شي عين باين رجع المسؤول ماعده ادنى مشكل يمشي معك القاضاء يهبط بيده المحكمة يدير بيك شكاية ماكيلا جمعية لا تهمة ملفاقة رجع داك شي كيف قلت لكم عين باين هذيش حال المسؤول واخا قاعد ضلمه مايتسوق لكش مايمشيش معك القاضاء الى شافك حكرت عليه بزاف يقدر يصيفط لكش واحد من البعيد يخليه عشتك يكري عليك يصيفط لك الحبس ولكن باش يمشي معك القاضاء لا علاش حفاظا على الصورة دياله بين الناس ماكيبغيش يهبط معاك القاضاء كيبغي ديما يبقى هو كبير اما دابا المسؤولين كيبالي وقيلة قصدروا في نظاركم علاش رجعوا في حال هكك مقصدرين سهلة حيش هذيك الصورة اللي كانوكي خافوا عليها ما بقيتش تفرشوا المسؤول وليك كيجي عادي تقول عليه حقار وليك تستغل نفودك احنا عارفين باللي المغرب من هذي شحال في الفساد في اهضار المال العام في الواساطة في المحسوبية في باك صاحبي في الفقراء كي تزادوا كل نهار فقر ولكن مع ذلك كنا كنحسو باللي هذي البلاد الملك ديالنا دابا ما عرفتش علاش ولينا كنحسو باللي بلادنا رجعتك تبدل علينا نهار مورا نهار كنحسو باللي هذي البلاد ماشي الملك ديالنا عقل مزيان على هذي لها درا أخنوش اللي غنقول لك دابا هذي الشعب بغي غير طرف ديال الخبز ديال الحلال وراحة البال هذي شي للاسف لانتالع حكومتك ما قدرتوش توفروه لنا هذي الايامات اللي فاتو ماكيش اللي ماهدرش على الخطة ديال الهروب الجماعي الى سبتة انا ما كيهمنيش من نجات الفكرة ولا شكون كيروج الفكرة ولا علاش دارة الفكرة انا اللي كيهمني هي علاش كون شي محمس بغي اخوان المغريب معرفتش علاش ظاهرات الهجرة رجعت الواجهة من جديد وقلاح الدولة تفكير دياله كل منصب على بناء الملاعب في الوقت هذي شي مزياد تبنيوا الملاعب في الوقت ولكن اللي خسكم تعرفوا وخاقع تبنيوا الملاعب في الوقت غادي تبقوا ديما فاشلين بانكم تبنيوا وطن وطن حر تكون فيه حرية والكرامة وفورة الشغل واقتصاد قوي وتعليم في المستوى ومدارس في المستوى وصبيطارات فيها احدث الاجهزة الطبية هذي شي مقدرتوش تديروه في الوقت اللي كنا كنت سننوه مع حكومة اخنوش نديرو هروب جماعي من الفقر ونعيشوا في حنا في حنا الناس لقينا راسنا مع هذي الناس باقا كنظروه في بلاستنا ما تزاد على المواطن المغربي ولا واشهدية الحاصيلة اللي كتحمر لوجه تحية للمغزن اللي يطلع بكتافة للشمال باش يأمنوا الحدود غير هو عندي لكم واحد عيتها بصير كيفاش وصلتكم لخبار ديل غادي يكون هروب جماعي في 15 في الشهر وما وصلتكمش لأسباب علاش هذي الناس بغن يخويوا البلاد اليوم قبل من غده محاربة الهجرة عمرا كانت بالعسكر والمخازنية والبوليس والقوات المساعدة محاربة الهجرة تأتي بادي الاقتصادي العادة خاصنا نعرفوا هذي الناس علش بغن يخويوا البلاد رأى شفنا شي حوايج وشفنا شي صور وشفنا شي صور وشفنا شي فيديوهات ما يدخلوش للعقل دراني صغار لاسقين في الأرض هم ما بغن يحرقوا كنشوفوا والدين رجعوا كيدفعوا ولادهم صغار للهجرة شفت واحد المقطع فيديو اليوم مؤثر دي الواحد رجال الأمن كي حاولوا يقنعوا واحد طيف القاصر باش ما يحركش كيقولوا لو قلس تشقرة ربح الوالو تولي طبيب هنا طبيب وبغي نهاجر كلا غيقول لك كيفاش طبيبة طالي كثرة المرض فهذا البلاد كتولي طبيب ودفعها تريب هذا هو المغرب طريح تتعية تلقى راسك وليتي فأر التجاريب في نهاية الحلقة اليوم غادي نشارك معكم واحد الفكرة زوينا بالزاف قالها الإعلامي صامت غيلان قال لك خسنا ركبوا كاميرات في الأقصام باش يراقبوا الأساتي واش الأقصامي ما في خباروش بلي الأقصام في المغرب أغلبهم ما فيهمش ضو عاد غادي ركبوهم كاميرات قولنغل كاميرات الكاميرات خصومي تركبوا في البلايس فين كيدوز الصافاقات اللي معرقلين تطور ديال المغرب أنا بعد المرة والله تكن حشم واشهدوهم الأقصام اللي بغني يركبوهم الكاميرات قيسمنا هنخدم فيه شوفو 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 دخلنا عليك بالله هذا قيسم شفتوا ذاك الشي كي ضرف الخاطر نتمنى الحلقة تكون عجبتكم وإلى وصلتوا حتى اللي هنا خبط ديك لايك غير عكس فهدوك اللي فينا قاعد ما كيحنو وهو بتخلي تعليق وقل رأيك تيق بيا ركي خافوا منو